الشعر الحسيني الكربلاء خاصة ونحن نعلم أن الشعر الحسيني هو شعر حسيني أينما حل الثيمة الأساسية في كربلاء خصوصاً يعني هل هي كانت عقائدية تناول الجوانب العقائدية شعراء كربلاء قديماً أم تناول الجوانب الأخلاقية أم اكتفوا بتوثيق الحادثة كما هي هو صراحة الشعر الحسيني يحتوي كل هاي الجوانب يعني هو بالدرجة الأولى هو صراع هو صراع عقائدي بين الحق والباطل بين معسكرين ولكن بنفس الوقت أبراز المظلومية وأبراز الجرم الأموي ولهذا يعني صارت بها مأساة يعني القضية جانب أكو جانب عاطفي وجانب عقلي عرفت فاستمر ومن شعران اللي يعني إحنا فطننا عليهم يعني من قبل ستين سنة أو يعني بهال الحدود يعني معروفين إذا تحبون نجيب بعض الأسماء يعني المؤمنين